والآن عودة إلى تجدد الحديث عن مفاوضات الهدنة وضيفنا من القاهرة اللواء أحمد إبراهيم نائب مدير المخابرات الحربية المصرية أسبق أهلا بك مجددا سيادة اللواء أحمد على شاشة الغد من خلال الجوالات السابقة سيادة اللواء التي عقدت في القاهرة كان الحضور الأمريكي متمثل بمستوى سياسي عال إلا أننا لم نشهد ربما نستطيع نقول ضغوطات جادة على الجانب الإسرائيلي كيف تقرؤون ولماذا برأيكم كيف تقرؤون الموقف الأمريكي ولماذا برأيكم لم نشهد هذا الضغط الجاد من قبل واشنطن أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية هي أضعف إدارة أمريكية خلال العقود الأخيرة وهي إدارة مترددة غير حاسمة في مواقفها حتى في تصريحات خاصة من رئيس الإدارة الأمريكية بالرئيس الأمريكي ومرورا بوزير خارجياته والمستشار الأمن القومي ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية كلها ووزير الدفاع كلها عبارة عن تصريحات أمام المكروفونات وشاشات التلفزيون بتدين إسرائيل وترمي عليها اللوم وعدم جديتها في تحيي السلام إنما من خارج هذه الفلقعات المغلقة بيتم تدعيم كامل للمواقف الإسرائيلية وتدعيم كامل بالنسبة للسلاح ويمدادها بالسلاح وبالنسبة دعم العسكري بس لأدب دعم السياسي من خلال مجلس الأمن ومن خلال جمعية العامة للأمم المتحدة وتأديد مواقف إسرائيل إنما خلال هذه المرحلة ولصالح الإدارة الأمريكية والأمريكا قادمة على عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية أعتقد الجانب الأمريكي يسعى بجميع سبله لعملية عقد الصفقة الخاصة بالتطبيع بين إسرائيل وبين المملكة العربية السعودية وعملية الوصول إلى تهدئة ووقف إطلاق النار وعملية تبادل الرهائم بين إسرائيل وبين حركة حماس وكل هذه الأشياء بتصب في صالح الوقت المتحدة الأمريكية قوات المتحدة الأمريكية موقفها خلال هذا العام والعام الماضي عبارة عن كثير من الصراعات في العديد من المناطق مع روسيا مع الصين ومع إيران أعتقد بالإضافة إلى حرب غزة كل هذه بتأدي إلى تشتيت الجهود الأمريكية وعدم تركيز القيادة الأمريكية الحالية في عملية خود الانتخابات الرئيسية في نوفمبر من هذا العام عظيم جدا طيب بالانتقال إلى ما يجري سيد أحمد في رفح هناك توغل عسكري إسرائيلي واحتلال أيضا لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني بالرغم من التحذيرات المصرية والدولية للقيام بهكذا خطوة ولكن نلاحظ ونشهد أن هناك إصرار إسرائيلي على المضي قدما نحو التوغل أيضا بداخل رفح ده بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو عبارة عن مطلب للوزارة الإسرائيلية المتطرفة ودايما بتتوح بأن سيتم تواصل أعمال القتال والوصول لآخر نقطة على الحدود مع مصر والاستلاء على محور فيلاديفيا فيه اعتقاده أن هذا يعتبر تحقيق النصر الكامل بالنسبة لنتنياهو وهو بيعمل على هذا السبيل لتحقيقه واعتقاد النجاح القوات الإسرائيلية في الوصول إلى مشارف منطقة البوابة صلاح الدين التاريخية الموجودة على مسافة لا تزيد عن حوالي أربعة كيلو ونص من شاطئ البحر بالنسبة لغزة عند العمل على العلامة الدولية رقم واحد عبارة عن محاولة إسرائيل لاستكمال الحصار الخاص بقطاع غزة من جميع الجهاد وبالتالي إسرائيل بتحقق الحصار الكامل لقطاع غزة من جميع الجهاد وبوصولها والاستلاء على محور فيلاديفيا بيحققها العديد من المميزات الخاصة بزيادة الضغط على حماس من خلال التقليل من حجم المساعدات الدخلة للقطاع وفي نفس الوقت عدم هروب قادة حماس بالنسبة من القطاع في اتجاه سيناء أو في نفس الوقت عدم إن كانية عادة تسليح حماس عظيم جدا وبالتالي لا تشكل تهديد مستقبلا على إسرائيل نعم طيب الزج باسم مصر في الإعلام الإسرائيلي ربما زاد في الأوينة الأخيرة سيادة الواء في محاولة للتنصل وتزييف أيضا الحقائق حول من يعيق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والجميع يعلم أن المسؤول الأول والأخير عن هذه النقطة هو بالطبع الجانب الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي كيف تقرؤون هذه الاتهامات المزيفة والباطلة وبرأيكم ما هي الغاية منها في هذا التوقيت وطبعا هي مصر حاليا هي العقبة أو العصرة في تحقيق إسرائيل لأطمعها في قطاع غزة واحتلالها لقطاع غزة وتنفيذ مخطتها الخاص بأعمال التهجير القصري أو الطوعي للفلسطينيين المجمودين في قطاع غزة وفي نفس الوقت أعمالية القضاء أو انتهاء القضية الفلسطينية وحل الدولتين إسرائيل وهذه الحكومة المتطرفة عمرها معطرفة بحل الدولتين وجميع تصريحاتها وحتى المتشددين من الوزارة الإسرائيلية بتؤكد أن ما فيش دولتين وهما لن يقبلوا بإقامة دولة فلسطينية بجوار الدولة اليهودية الإسرائيلية أعتقد أن مصر وقفت في هذا الجزء ولم تحقق لإسرائيل أهدفها الاستراتيجية الخاصة بعملية التهجير والقضاء على القضية الفلسطينية مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والرئيسية بالنسبة لمصر منذ 48 مصر خادت أربع حروب مع إسرائيل وقدمت العديد من الشهداء أكثر من 30 ألف شهيد وبتوصل أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب أعتقد أن مصر قدمت تضحيات بالنسبة للقضية الفلسطينية وما زالت تضحي وأعتقد أن تصريح الوزير الدفاع المصر النهاردة أن مصر جاهز للقيام بأي أعمال في حالة فرض هذه الأعمال أو التحديات للجيش المصري الجيش المصري جاهز وبيراقب على مكس ودايما بيراقب ما يتم في أقل من دقيقة سيادة اللواء بعزر في أقل من دقيقة يعني الأمن القومي المصري خط أحمر ومصر مستعدة للتعامل بجميع السيناريوهات وذلك للحفاظ على أمنها فقط بل وأيضا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كما ذكر سابقا على لسان مسؤول مصري بالإضافة إلى أن مصر تعتبر الحاضن الأول للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني تعليق حضرتك طبعا كما قلت لحضرتك مصر تعتبر حتى من خلال أنها شريك نزيه في عملية المحادثات والوصول إلى تعدئة أو سلام في المنطقة من خلال المحادثات الجارية أو التي تجرى خلال الفترة القادمة القليلة بين إسرائيل وبين حماس مصر تعتبر شريك نزيه وفي نفس الوقت عبارة عن مساند للقضية الفلسطينية وليه أمال الشعب الفلسطيني في الوصول إلى أماله الخاصة بإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمة الدولة القدس الشرقية مصر دايما وقفة بالجانب الفلسطيني وفي نفس الوقت مصر قادرة على حماية أمنها القومي وبتساند القضية الفلسطينية في تحقيق أهدامها ومصر من مصلحتها استتاب بالسلام والأمن في المنطقة وبتسعى إلى عملية الازدهار ومزيد من التعاون بين شعوب المنطقة لتحقيق الازدهار في هذه المرحلة بكل تأكيد أشكرا جزيلا لك سيادة اللواء أحمد إبراهيم نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق شكرا جزيلا